موسيقى أهلا بكم معلمي ومعلمات برنامج الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي اللي بيساعدنا إن نعمل توعية للطلبة عن بلدهم وتاريخهم ويعرفوا أسباب فخرهم ببلدهم في كل حلقة هنركز على دروس الأسبوع وطرق للتدريس مختلفة ومتطورة أثناء المتابعة يفضل يكون معنا ورق أو ألم عشان نسجل أهم النقاط والملاحظات أهدفنا اليوم نجهز لدروس الأسبوع نتعرف على طرق تدريس مختلفة أهم نقاط الأسبوع في دروس الأسبوع ده الطلبة هيعملوا مشروع الفصل الدراسي التاني ويحلوا تدريبات المراجعة العامة على منهج الفصل الدراسي التاني بالنسبة لمشروع الفصل الدراسي التاني الجزء الأول الطلبة هيخططوا ويصمموا مجلة عن علاقات السكان بالتنمية المستدامة وتأثير الزيادة السكانية على الموارد والتنمية ومظاهر الحياة الاجتماعية والعلمية والثقافية والاقتصادية لسكان مصر خلال التاريخ وإزاي سكان مصر نجحوا في التواصل مع شعوب العالم في كل المجالات ويجمعوا معلومات وصور ويختاروا أعضاء للفريق بتاعهم ويخططوا مراحل تنفيذ المجلة بما فيها هيجيبوا المعلومات منين ويقسموا نفسهم لمجموعات وكل فريق هيختار الأعضاء اللي هيشتغلوا معه أو مع بعض بشرط يكونوا متفوتين في القدرات والمهارات وكمان هيختاروا عنوان للمجلة وشكل الغلاف هيكون ازاي ويكتبوا وصف للمنتج النهائي بتاعهم ويعرضوا على زملائهم في الفصل بالنسبة للمراجعة الطلبة هيحلوا تمارين مختلفة بتساعدهم إنهم يفتكروا ويتعمقوا في تحليل الدروس بتاعة الفصل الدراسي التاني ويكملوا عبارات باستخدام كلمات مناسبة ويقرروا إذا كانت العبارات دي صحيحة أو غلط ويختاروا الإجابات الصحيحة من كلمات بين الأقواس ويكتبوا تفسيرات لبعض العبارات ويكتبوا نتيجة أحداث ودليل على سحة بعض العبارات الأخرى ويجاوبوا على أسئلة مختلفة منها شرح ومنها مقارنة ومنها توضيح ويحددوا أوجه التشابه والاختلاف ما بين الكلمات ويشتغلوا على خريطة مصر يعني بمعنى أصح هيتدربوا على أنواع مختلفة من الكلمات والأسئلة بحيث أنهم من أول لآخر المراجعة هيكونوا مراجعين كل النقاط في كل الدروس محتاجين نجهز إيه؟ وعارفين إيه؟ الأسبوع ده مش محتاجين أدوات بالنسبة لمشروع الفصل الدراسي التاني عايزين نفتكر أن المشاريع مهمة جدا للطلبة لأنها طريقة ممتعة لمراجعة اللي تعلموه فكده بيطبقوا لدرسوه بطريقة مختلفة وبتظهر إبداعات ومهارات كل واحد فيهم فمهم جدا أننا نشجعهم وهم بيعملوا المشروع ولما يخلصوا نظهر لهم التقدير ودي لهم فرصة يفتخروا بمشروعاتهم ويعرضوها على زملائهم بالنسبة للمراجعة هتلاقوا أن قراءة سريعة لدروس الفصل الدراسي التاني وردود الأسئلة اللي موجودة في كتاب المعلم هتساعدكم كتير في تحضير الدارس ده استراتيجيات التدريس هنشوف النهار ده مع بعض طريقة للتدريس وطبعا دي موجودة في كتاب المعلم وطرق تانية كتير هنشوف مع بعض استراتيجية استدر وتحدث الاستراتيجية دي هدفها أنها بتساعد الطلبة أنهم يحللوا المعلومات ويتبادلوا الأفكار ويتأكدوا من فهمها أو وجهة نظرهم بأنهم يقرنوها بفهم وجهة نظر زملائهم الآخرين وبتاخد تقريبا ثلاث دقايق هتقرأ سؤال في المراجعة بصوت عادي وتقول للطلبة أن كل واحد فيهم يفكر في السؤال لوحده وممكن يكتب ملاحظاته بطريقة منجزة وبعد كده يشارك إجابته مع زميله اللي قاعد جنبه ويشرح سبب الإجابة دي وكل واحد يسمع التاني كويس المدرس هيمشي جوه الفصل ويتأكد أن الطلبة بيشاركوا إجابتهم فعلا ومش بيخرجوا عن الموضوع وبعد كده قلهم السؤال تاني وأنهم يرفعوا قديهم عشان يجاوبوا ولما تختار طالب منهم يقول إجابته اسألوا سبب إجابته دي وممكن تسألوا أسئلة متابعة عشان تخليهم يناقشوا أكتر زي مثلا يديني مثال لكلامك توقعاتنا من الطلبة بالنسبة للمشروع اللي يتدربوا عليه هو التخطيط والتفكير في أي حاجة عايزينها ويعملوها وأنهم يتدربوا على جمع المعلومات الموصوقة وأنهم يستعملوا مهاراتهم وإبداعاتهم في تصميم المجلة بالنسبة لمراجعة متوقع من أن الطالب أنه ممكن يكون ناسي بعض المعلومات بس فاهم وأن كل ما بتتقدم في المراجعة بيفتكر المعلومات أحسن وبنتوقع منه أنه يفكر بطريقة أعمق في المواضيع اللي درسها إزاي نقيم اللي تعلموا الطلبة؟ بالنسبة للتقييم بنعمله عشان نتأكد أن الطلبة يتعلموا الحاجات المهمة بالنسبة للمراجعة ممكن الطلبة بيشتغلوا كل اتنين مع بعض يحلوا تمرين وبعد كده يقسموا نص الأسئلة واحد فيهم يتأكد من الأجوبة بتاعتهم في دروس الكتاب والتاني يتأكد من النص التاني من الأجوبة دورك كمعلم في الوقت ده إن لو فيه معلومة مش لقيين درسها إنك توجههم للدرس بتاعها إزاي نعيد تدريس عند الاحتياج؟ ممكن نعيد تدريس حاجة بعد لما نقيم معلومات الطلبة ونلاقي إن فيه احتياج لكده بالنسبة لمراجعة ممكن تستخدم أنشطة التوسع الموجودة في الدروس في كتاب المعلم كطريقة لإعادة التدريس الحاجات دي لو عند الطلبة بعض المشاكل وطبعاً ممكن تستخدم أنشطة التوسع في أي وقت خلال الفصل الدراسي الأنشطة دي مبنية على اللي تعلموه الطلبة في الدروس وبتساعدهم إنهم ينموا تفكيرهم ومعلوماتهم أكتر أعزائي المعلمين والمعلمات دي آخر حلقة السنة دي والطلبة هيبقى عندهم أجازة وامتحانات مهم قوي نفتكر إن هم ينموا نفسهم في الفترة دي فممكن تديلهم واجب خفيف يعملوه خلال الصيف زي مثلاً كراءة مقالة معينة عن علاقات بأحد المواضيع اللي خدوها أو يحضروا عرض في الأبرة ويكتبوا عن قصة من القصص أو يزوروا مكتبة عامة أو يستعيلوا بعض الكتب ويقرؤوها ويكتبوا ملخص لللي عملوه أو حتى يتفرجوا على فيديوهات في اليوتيوب ويكتبوا ملاحظاتهم نأمل إننا نكون عرضنا توضيح أكتر عن دروس الأسبوع وأفكركم إن كتاب المعلم موجود في بنك المعرفة المصري والدعم للطلبة على قناة مدرستنا في التلفزيون وعلى تطبيق مدرستنا بلاس فياريت نعرف الطلبة عنه في نهاية الحلقة دايما هنلاقي الورقة اللي معانا واللي بنسجل فيها قراراتنا التدريسية اللي ممكن نغيرها أو نطورها بعد ما تعرفنا على طرق تدريس مختلفة للمنهج إلى اللقاء في الحلقات القادمة